برح مباراة كانت أكثر من رائعة بصراحة خلينا أقول يعني كانت فوق التوقعات هو ده الممكن يبقى المصطلح أو العنوان للمباراة بصراحة كلنا سعداء الحمد لله نحن نتكلم في كل التفاصيل بس صباح النصر عن استحقاق حقيقي صباح النصر يعني يا فاروق منورناك العادة طبعا صباح خير يا نهواند وصباح النصر والانتصار يعني زي ما قالت نهواند في المقدمة يعني الأداء مبارح والشكل اللي احنا شفناه مدينا أجواء مختلفة بنبدأ يومنا في حلقة جديدة من 10 الصبح في الآلي النهاردة عندنا كلم كتير جدا ننتكلم على المنتخب المصري وعلى استعدادات النادي الآلي طبعا للقاء سيمبا التنزاني هيكون معنا فقرتين النهاردة الفقرة الأولى خاصة طبعا مع الكابتن ياسر مصطفى ننتكلم فيها في كل الأمور الخاصة بالمنتخب المصري وأيضا الخاصة بالنادي الآلي والفقرة الثانية يكون عن قصار القامة ويكون معنا ومشرفنا فيها الكابتن علي شعبان رئيس التحاد رياضات القصار القامة نهواند الأجواء بيبقى مختلفة كنا بنتكلم في الحلقة الأول أمس على اللي احنا من المستنيين ومن رؤية فيتوريا مستنيين من المنتخب المصري أعتقد المردود مبارح شكل الجمهور الأجواء نفسها كانت مختلفة في الإمارات الأجواء كانت مختلفة والفنيات كانت مختلفة والأداء كانت مختلفة والثقة عادت من جديد وكلمنا في كل ده على مدار اليومين اللي فاتوا وقلنا مباراة الجزائر ربما هي في أصلها أو الدية ولكن في الأصل هي مباراة مهمة جدا ليه مباراة مهمة جدا أنك بتلعب مع منتخب قوي بتلعب مع منتخب عنده تنفسية شديدة جدا بتلعب مع منتخب عنده تقريبا نفس عدد المحترفين اللي عندك وكمان على مقدار كبير من الفنيات و الكفاءة والمستوى بتتكلم عن برضو يعني منتخب لحد المال أعمار فيه شابة لحد كبير أو السن بتتكلم عن منتخب برضو بصصلك أن أنت منتخب كبير ودايما المنتخبات القوية في المنافسات بتبقى بصة دايما للمنتخب المصري أنا مش هتكلم على مثلا 15 سنة أو 13 سنة اللي فاتوا أنا هتكلم عن تاريخ منتخب مصر خلينا بس نبقى عضحين لأ أنت دلوقتي مهما كنت منتخب قوي أنت بتلاعب منتخب مصر اللي هو كان واحد من أفضل المنتخبات في المنطقة في سنوات ماضية فأكون أن أنا برضو بحاول أن أنا أوصل وأن أنا أفوز وأن أنا زي ما بتقال باللغة اللغة العامية كده أن أنا أعلم على منتخب كبير لتاريخ كبير يا كريم ونجوم كبار جدا ده بالنسبة لي حلم وده يمكن اللي شفنا من التصريحات كم التصريحات اللي كانت بتؤكد هذا الكلام قبل المباراة سواء من رياض محرز يعني أو غيره من اللعيم اللي تكلموا عن إحنا عارفين نقدار المنتخب المصري فعشان كده كنا بنقول مبارح يا فاروق مهما كان برضو أنت بعيد عن التتويج وبعيد عن المستوى بتاعك بقالك يمكن أكتر من عشر سنين بس ما زال برضو أنت بتمتلك الجزئية يا فاروق اللي هي لا زي ما بتقال كده اللي بتعملك حساب فيها فدي نقطة خلي بالحضراتكو مش موجودة عند منتخبات كتيرة في دلوقتي منتخبات كتيرة بقاليها مكانة مختلفة لأن هي أثبتت أو طورت من نفسها لأنك تتكلم عن الأصل الأصل مختلف بشكل كبير إحنا طبعا بقالنا 13 سنة بعيد عن المستوى اللي يليق بينا لكن مؤمنين ووثقين أن ممكن إن شاء الله السنوات القادمة بداية من السنة دي يكون فيه تغيير يكون فيه قلب للموازين يكون فيه عودة مرة تانية للمنتخب المصري اللي احنا نعرفه تكلمنا عن فيتوريا تكلمنا عن السكواد بتاعنا تكلمنا عن روح المنتخب تكلمنا عن تذليل العقبات تكلمنا عن حاجات كتيرة جدا وقلنا يا رب في المباراة دي نشوف بجد قوة ونشوف بقى منتخب مصر عشان نتطمن على اللي جاي هي دي الأهمية كانت بتاعت المباراة يا فاروق انت عايزت تشوف عشان تتطمن هل أنا حلعب اللعب اللي هو بصراحة يعني يقلقني جدا حتى لو فصت فيه الثواني الأخيرة زي ما حصل مع زامبيا وغير ولا أنا بقى حشوف المنتخب لما بيلاعب منتخب قوي وفيه تنافسية بيبدأ يظهر بمشهد مختلف تماما وصورة مختلفة وقد كان بصراحة ألا من الناس اللي طمنت على المنتخب فيه اللي جاي ألا من الناس اللي ابتديت أحس ان دلوقتي ممكن نبدأ مش هقول نحكم على فيتوريا بس ممكن نبدأ ننظر لفيتوريا بالشكل المطمئن احنا سمعنا طبعا تيفي كبير وهو كان بيجهز المنتخب بفترات طويلة لكن دلوقتي بدأ شوية الواحد يتطمن ان لا احنا بنلعب كويس مبارح كان فيه أكتر من نجمل المباراة بصراحة سواء الشناوي اللي صد أكتر من جول محمد هاني قبل الطرد شفت اعتقد تريزي جي كان أكتر من رائع حتى صلاح بعد مبارح قالك انه كان جيد إلى حد كبير يعني هنتكلم طبعا في كل التفاصيل لكن اللي همنا من المباراة الودية دي هو اللي حصل ان انت شفت المنتخب المصري في مكان أفضل في حتة أفضل وده ان شاء الله يطمننا على اللي جاي لان لسه اللي جاي ده يعني كتير وقصة تانية بقى يعني موضوع تاني خلاص يعني اذا ستارت انا بشوف ان الحمد لله او في البداية يعني شوف الحمد لله احنا ماشيين شوية بخطوات متأمنة